شاركت شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي الموسع للمجلس الاستشاري للمنتدى النسائي البرلماني التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والمنعقد ضمن الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية بالمملكة المغربية ومثل وفد الشعبة خلال الاجتماع سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نائب رئيس الوفد رئيس شبكة البرلمانية لسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي التابعة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وسعادة النائب حنان محمد علي وسعادة السيدة لنا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وبحث الاجتماع الأولويات الاستراتيجية للمنتدى للفترة من 2024 إلى 2026 وتحديد الأنشطة والمبادرات التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة اشتركوا في القناة